رح فيك سيسا خادر دبل عبر دوري بلس خلينا أقول لك بداية جديدة الانتحاد جديد إيش اللي تطلبون من هذا الاتحاد هو شي مشرفنا إن شاء الله بإذن الله تعالى نتمنى ونتطلع لهم كل التوفيق بإذن الله تعالى بجوء دعم غير مسبوق من سمو سيدي ولي العهد ورعاية واهتمام كبيرين جداً من معاني المستشارة تركيا مع محسن الشيخ أنا شخصيا متفاعل إن شاء الله بإذن الله يكملون مسير الاتحاد السابق ونشكرهم على ما قدم عليه السابق وإيش احتياجاتكم؟ يعني وإيش اللي مضايقكم من عمل اتحاد القدم؟ لا شخصيا ما فيه شيء مضايقي منها دايريكت أي ملاحظات دائما تطرح عبر الروابط يا رابطة دوري المحترفين أو رابطة دوري الدرجة الأولى ودائما يتم البحث فيها وإن شاء الله التطوير دائما بإذن الله المطلب الوحيد هو التنظيم المالي الآن إحنا داخلنا على تقريب شهر الثالث والرابع ليس هناك موازنة مالية واضحة يعني الأندية الآن لا تعرف إراداتها المالية خصوصا من قيمة النقل التلفزيوني ومن قيمة عقود الرابطة وهذا مطلب بسيط وأنا واثق إن شاء الله أن أستاذ قصي الفواز وزملاء قادري على الشيء هذا بإذن الله أحتاج بسراحة بكل ما أنا أقول لك يا قصي رجل قريب للرياض وقريب للعمل الرياضي استمرارية العمل مصرة إن شاء الله بإذن الله تعالى الخطط الموضوعة من التحاد ومن بسراحة بقولك يا من الهد الرياضي بشكل عام إن شاء الله بإذن الله تعالى أعتقد نجاح كبير حيوصل عليه إن شاء الله استاذ قصي الفتر القادم بإذن الله في نقاشاتك إيش الأولويات اللي راح تذكرها له والله أنا دائما أتكلم دائما لأني كلها ما تعاني إلا من الأشياء المالية لكن إحنا في الفتر الحالية ما نعاني أمورنا جيدة والعمل جيد بسراحة السندية بدعم القيادة ودعم معلم الاستشار وأعتقد إن ما فيه ما قدام استاذ قصي فقط التنظيم الإداري والعمل الإداري في اتحاد كرة القادم وإن شاء الله قادر عليه بإذن الله